اشتركوا في القناة مقادر موجودة في كل البيت خاصة الكريمة لحتكون طريقة سهلة جدا في تحضير الكريمة نتمنى تتبعوا الفيديو حتى النهاية بيش تتعرفوا على هاد الكريمة اما بالنسبة للعجنة نحتاج الى هاد المقادر نبدأوا على بركة الله نحتاج الى نصف كأس مناء الزيت نصف كأس مناء السكر كأس مناء الحليب ملعقة كبيرة من خامرة الخبز ملعقة صغيرة من خامرة الحلوى كذلك ملعقة صغيرة من لفاني ونصف ملعقة صغيرة من الملح وبيضة اما بالنسبة للفارينة نحتاج حوالى 3.5 الى 4 كؤوس فارينة نبدأ على بركة الله طريقة التحضير نحط البيضة في إناء نضيف لها نصف كأس مناء السكر نضيف الزيت تدريجيا في نفس الوقت نستعمل في الخلق نضيف كأس مناء الحليب يكون حليب دافع نضيف الملعقة كبيرة من خامرة الخبز نحاول نخلطها منيح ونحاول كيفاش ندخلها في الخارج نضيف كذلك حوالى ملعقة صغيرة معمرة تعلفاني نضيف الفارينة تدريجيا بعدما كنت غربتها نضيف الكأس الأول بعد ذلك نضيف ملعقة صغيرة من خامرة الحلاوية اللي كنت كذلك غربتها نضيف الكأس الثاني مناء الفارينة نضيف الكأس الثالث مناء الفارينة ونزيد نصف ملعقة صغيرة مناء الملح الملح دائما نحطه في النهاية نضيف نصف كأس من الكأس الرابع الكأس الرابع دائما نضيفه بالتدريج لأنه كمية الفارينة تختلف على حسب نوعية الفارينة وكذلك حجب البيضان أنا مازلني نحتاج شوية فارينة نضيف شوية فارينة دائما نضيف الفارينة فقط بالتدريج أنا استعملت حوالي أربع كؤوس ونحاول نجمع العجين في النهاية نضيف كمية من الزيت في يدي ونحاول نجمع منيح العجينة ونخلي العجينة تتخمر للمرة الأولى أما بالنسبة للكريمة نحضر كريمة سهلة وبسيطة بدون بيض بالنسبة للمقادر عندي علبة طفلان فاني ملعقتين من السكر ملعقتين من الميزينة ونسف ريتل من الحالب نحط الحالب في الكاسرونة نضيف له كيس ميناء الفلان فاني ونزيد ملعقتين كبيرتين من السكر نخلط الخالي طمنيح ونضيف له ملعقتين من الميزينة اللي كنت قبلتها من قبل ونخلط طمنيح حتى تتجنس كل المكونات نحط الكاسرونة فوق النار ونخليه يعقد نستمر دائما في التحرك حتى نتحصل في النهاية الكريمة في النهاية نضيف حوالي ملعقة صغيرة من الفانيلا ونحرك الملعقة بالباتوغ بش تتوزع لي كل نكهة في الكريمة في الاخير نغطي الكريمة بورق الشفاف ونحطها في الثلاجة بش تبرد بعدما اختمرت العجينة للمضاء الاولى جولا ديغاز ننحلها كامل هذيك الخميرة ثم نحاول نشكلها نغطحها على اثنين ونشكل كورتين هذي الكميات العجينة حدي اللي يزوج لامونا نحطها بجهة نزيد نشكل الكورة الثانية ثم نحل العجينة دائما نبدأ بالكورة الاولى لحلتها الاولى نحل العجينة على سنق واحد سنتينك في النهاية ندهن السطح بالحالب ونخلي العجينة تتخمض للمضاء الثانية ها هو العجين بعدما اختمر في المضاء الثانية هنا كنت سخنت الفن على درجة 190 درجة ثم نحط العجينة طيب ها هو العجين بعدما طعب بعدما تاخده اللون الذهبي من الاسفل ستشعلت الفن من الاعلى وخليته كذلك ياخد اللون الذهبي ستقوني يعني جاهيل جخفيف محمر من كل الجوانب نخليه حتى يبرد باش نبدأ نشكل لامونا اما بالنسبة للكريمة هنا قبل الاستعمال دائما نعود نخفقها بالباتر ونحطها في كيس حلواني ناخد السكين يكون مسنن ونبدأ نقسم في البريوش دائما نبدأ نقسم فقط الاطراف في الاول ثم نروح الى الداخل في الاول نقسم فقط الاطراف ثم نقسم منيح ندخل كامل السكين نحو الداخل كيما راكم تلاحظون كيما راكم تشوفوا لامونا جت خفيفة بالبزاف جت مهوية وخفيفة بالزاف نبدأ في تشكيل اللامونا بعد ما برد البريوش نحط الكريمة هنا تقدير تستغني على الكيس الحلواني فقط بسباتشول تدهني كل السطح نحط الطابقة من الفق ونحاول نضغط شوية لتزيين هاد اللامونا نحتاج الى سكر غلاس كذلك نحتاج الى لاجولي وشوية كوكو إفلي ليكون أم حمص بالنسبة للتزيين فهو اختياري ندهن السطح بلاجولي ونضيف لها فقط شوية كوكو أما الثانية نضد ذلها فقط السكر غلاس من الفق في النهاية ها هي اللامونا اللي كنا حضرناها بالنسبة للتزيين يبقى اختياري وحسب الضغبان ستقوني جاتها شيشة وخفيفة بزاف خاصة لكلمة اللي اعطت لها بنا خاصة نقسم لكم فقط تشوفوا كيفاش جاتنا ها هي أمامكم جات خفيفة بزاف جات قطنية وهشيشة مع الكريمة يعني لذيذة بل بزاف نتمنى حبيباتي فيديو تا عنها اليوم ما يعجبكم اذا اعجبكم الفيديو تا عنها اليوم ما بتنساوش تخلوا لي التعليق وديروا لي جام اما بالنسبة لزارة لأول مرة القناة تنقلها ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك وكذلك تضغطي على الجرس ليصلك كل جديد اترككم في امان الله الى اللقاء اشتركوا في القناة